صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعا مرسوم رقم 68 لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية وجاء في المدة الأولى من المرسوم ما يلي يعاد تنظيم وزارة الخارجية وذلك على النحو الآتي وزير الخارجية على رأس التنظيم ويتبعه مباشرة أولا المعهد الدبلوانسي ثانيا إدارة الاتصال مساعد وزير الخارجية وتتبعه أولا إدارة شؤون حقوق الإنسان ثانيا إدارة الشؤون القانونية وكيل وزارة الخارجية ويتبعه أولا إدارة المراسم والمؤتمرات ثانيا إدارة العمليات ثالثا الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات وتتبعه إدارة الموارد المالية إدارة الموارد البشرية إدارة نظم المعلومات إدارة شؤون المواطنين والمقيمين والخدمات القنصلية رابعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ويتبعه إدارة المنظمات الوكيل المساعد لشؤون الدول الغربية والأفروأسيوية وتتبعه إدارة الشؤون الأفروأسيوية إدارة الشؤون الأوروبية والإتحاد الأوروبي إدارة شؤون الأمريكتين والباسيفك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون ويتبعه الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية وتتبعه إدارة شؤون مجلس التعاون وإدارة الشؤون العربية ونصت المادة الثانية على أنه يلغى المرسوم رقم 49 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية والمرسوم رقم 7 لسنة 2015 بإلحاق شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اشتركوا في القناة